يا رب، يا رحمن، يا ودود إليك نرفع أيدينا في هذا الشهر العظيم خاشعين لعظمتك اللهم نور قلوبنا بحبك وليّن ألسنتنا بذكرك وأنر عقولنا بتلاوة قرآنك واجمع شمل المسلمين برحمتك من المشفق إلى المغرب آمين يا رب العالمين من خلال برنامج نفحات رمضان التربية يا أخواني هي علم يقتضي الإلمام بكل جوانب الحياة روحا وعقلا وبدنا ولعل التربية الإيمانية أهم الركائز التي يتعين عليها على الأباء والأمهات اتباعها في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان اتباعها في تربية الأبناء وطبعا شهر رمضان هو فرصة لنا نحن جميعا كي نوطد جسور المحبة بيننا وبين أبنائنا من خلال تربيتهم على الطريقة التي ترضي المولى عز وجل لذلك اخترنا موضوع التربية الإيمانية وللحوار يحضر معنا وبكل سرور الأستاذ عبد الكريم الترابلسي أهلا بك أستاذ في هذا اللقاء الجديد من برنامج نفحات ورمضان أهلا شكرا أستاذ حيات بارك الله وفيك في شهر رمضان أردنا أن نقف عند مسألة التربية الإيمانية للأبناء فرصة في هذا الشهر فماذا عن التربية الإيمانية في شهر رمضان أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث عن التربية الإيمانية شهر رمضان هو شهر كل تربية وكل تدريب للنفس والملكات والقدرات والكفايات الموجودة عنا هو خير فرصة بش أن نهذب فيها النفس بش أن نحصلوا علاقتنا بربي سبحانه وتعالى وهذا يدخل في إطار التربية لأن التربية في الأصل هي تهذيب هي تحسين هي التشذيب الشيء هي التزويق للشيء في شهر رمضان النفس تتهذب بإذن الله الصحة تتحسن في الغالب إن شاء الله إلا من أبأ وأصر لكن لأننا ما تحدثوا على التربية الإيمانية خاصة في شهر رمضان لأن هناك من الممهدات وهناك من الأسباب التي تجعل الإيمان في شهر رمضان يرتفع إن صحت العبارة المنسوبة متاعه يقوى وهذاك لماذا المجال تحقيق التربية يكون موجود أكثر لماذا؟ لأن قراءة القرآن ترتفع تزيد بالنسبة للأولياء نعم بالنسبة للأولياء ولأنه بشيكون مفهوم القدوة لأن الأولاد أهم حاجة بشيكون مفهوم القدوة أهم حاجة القدوة نحن كما نجي يقوله مثلا إنسان كيتعلم السياقة كيتعلم السياقة يشوف المونيتور اللي علمه نوع بعد كيهبت بشي سوق يلقى ناس طريقة أخرى فيلقى اللي يتعلمه هو من عند السيد اللي علمه المدرب السياقة متاعه يلقى موجود فهو لي يقوم بمخالفات التطبيق مش موجود فهنا هذا مثال أعطيته فهنا نتحدث مع القدوة نلقى أن الأباء مثلا في الجانب هذا يكون ربما قدوة أفضل نوعا ما من بقية مش معن فماش أخطاء ولكن يكونوا خير شوية مثلا يظهر عليهم مثلا مظاهر العبادات الذهاب المسجد الصيام الاجتماع خاصة على طاولة واحدة حتى على مستوى التواصل بين الأباء وبين الأبناء يتحسن هذا فهذا يساهم في تركيز التربية الإيمانية خاصة في هذا الشهر نعم طيب أستاذ في شهر رمضان نجد أحيانا الطفل يسر على صوم باعتبار أن الأب والأم قدوة له يحاول التقليد ويسر على صوم الأولياء يمنعون أحيانا خوفا عليه فما نصيب الأطفال في شهر رمضان من صوم هذا الشهر نعم بالنسبة للأطفال النصيب منتاحهم ما نقدرون نقولوا يعني الأطفال سبع سنوات يعني ثماني سنوات تقريبا أنه يكون واضحين على مستوى الفقهة أنه من شروط الصوم البلوغ والعقل بالنسبة للطفل إذا كان يكون يعني ما عندوش الشرط هذا اللي هو المتاع البلوغ مثلا بأنه ما هوش مكلف إما لا شك فيه فالتكليف عنده شروط معينة فأنا كنا نأخذ طفل ستة سنين وسبعة سنين فالأكيد أنه ما هوش مكلف لا بالصوم ولا هو مكلف يعني حث على التكليف بمعنى ما يجب عليه أو لا يجب عليه والتدريب يعني مطروح إذا كان نقوله يجوز شنو الدليل على ذلك نخذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن التشريع ورد في صحيح البخاري وفي غيره كذلك عن صحابية وهي الربيع بنتي معوذ تقول كنا نصوم ونصوم أبنائنا أو تقول نحن نصوم ونصوم أبنائنا وتقول نجعل لهم اللعبة من العهن العهن من الصوف يجعلهم يعملونهم عروسة من العهن فحتى إذا بكى يعني يحتاج إلى الطعام إذا كان يبكي يتقول نعطيه هاكل لعبة هذيك يلعبها حتى إذا جاء حتى يجي وقت للإفطار لكن هنا طبعا ما غير تعصف ولا ننفذوا عليه ولا نلزموا عليهم نخليهم كما إحنا صغار ما إحنا وقت يكوننا صغار كان يقول نايا تاول بشتصوف نصف نهار أو صيام الجزئي ما يسمى بالصيام الجزئي تدريجي هو أو جزئي يقول نايا تاولوه بشتصوف حتى نصف نهار أما بعدها بشتصوف حتى المسعتين وغدوكة بشتصوف مسعتين كذا هاو كان بعدها تخيط يقولك فممتا هاو كان يعني هذا شوي يعني نوعا ما بش نحبوا أبنائنا ممكن مثلا نحدثوهم على قصص الأطفالش يحبوهم ما كتر حاج يحبوه ما يحبوا الحيوانات نجم نحكيلهم على صيام الحيوانات مثلا نحنا بينا نثقفوا شوي في الجانب هذا فما حيوانات تصوم بين ظفرين طبعا ما أنت تصوم يعني يعني ما تكلوش ما تشربش يعني فما موجود فما بعض الحيوانات نجم نحدثوهم نحنا هكي نرغبوهم في ذلك نعلموهم أنا هذا من حب الله سبحانه وتعالى لكن طبعا مع سخانة هذه ومع إذا كان طبعا حسب الاستطاعة حتى أربع سوية خمسة سوية ونعطيوه ونشجعوه على ذلك يعني إذا كان هو طلبة ذلك نعم إذا كان هو طلبة ونقترح عليه في إطار أننا بش نركز فيه هل معنى هذا الشعيرة متاع الصوم نعم فقط طيب هذا الصوم التدريجي بين قوسين هل يؤثر في نفوس أبنائنا في بناء الشخصية في دعمه على المستوى الديلي برك الله فيك على سؤال هذا لأنه مهم جدا لأنه هذا سؤال خاصة ممكن يجاوب عليه أكثر أيضا علماء الاجتماع وعلماء النفس اللي يبينوا أن شهر رمضان هو شهر مدرسة على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي رمضان موش فقط هو مجرد امتناع عن الشهوات لا وإنما هذا الامتناع ماذا ورائه امتناع عن الطعام يعلم حاجة مهمة جدا مهمة جدا ونحب سادة الأولياء يتفكروا هذا هو يتعلم معنى أنه يؤجل الحاجيات تأجيل الحاجيات نعم المعضلة الكبيرة عند السواد الأعظم من شبابنا ومن الأولياء اللي يتشكاوا يتشكاوا من أولادهم اللي يقول لك عينهم محلولة ولا يقول لك يحب هذه الحاجة ولا ما نقدرش نلبيها له ونحن زادة مقصرين في هذا الباب أحيانا أنه اللي يحب عليه الإبن يحاول الولدين يلبيه كأنه كن فيكون يعني الصيام يعلم الإبن كيف يؤجل الحاجيات طيب والدي أنت تحب الحاجة هذه كطاوة لأ أصبر يعلم الصيام أنك أنت جيعان ما تكلش تو أنت عطشان ما تشربش تو تأجل حاجة متاعك إلى وقت معلوم فهذا مما يعلمنا أيضا أنت تعلمه في هذا الشهر كيف نؤجل الحاجيات يعلمنا الإرادة كذلك أنه الإبنك لما يكون عمره 8 سنين 9 سنين 10 سنين مثلا ويصوم نصف النهار ولا كان يقدر نهار كامل وما يأثرش في صحته وهذا مش عناد ربما أكيد ديما الصحت وقبل كل شيء فهذا بشي علم الإرادة يقوي فيه الإرادة كذلك وهذا ببناء الشخصية معنى الصبر ما يكونش إمعا الولاي التو يقول لك يعني بتلقاه يقول لك ولدي أو مدللها وإمعا لا الصبر يعني الصيام يعلم الصبر ومدرسة كامل الصبر موضوع كامل واحد ويتحدث يعني في صبر في شهر رمضان نحن نعلموه الصبر على تأجيل حاجيته الصبر بالمعنى المادي اللي بشي يقوي فيه الشخصية متاعه فيما بعد نعم يقوي شخصية الطفل نعم إن شاء الله أستاذ طبعا أردت أن أشير إلى مسألة أستاذ شهر رمضان هذه السنة يتزمن مع الامتحانات سواء كان بالنسبة إلى التلاميذ الابتدائي أو الاعدادي أو حتى الثانوي تساؤلات عديدة وردتنا بشأن الصوم والإفطار من هم التلاميذ الذين يسمح لهم بالإفطار في شهر الصيام نعم إذا كانت حتى وحنا على التلاميذ تحتوا على الأطفال وخلنا نوضحين الأطفال طبعا أنه قانونيا 14 سنة طفل 15 سنة طفل 16 سنة طفل لكن الطفل هذا هل أنه مكلف بالصيامي أم لا يعني من هم مكلفون اللي يكون مكلف بالصيامي عند البلوغ إذا كان وصل إلى سن البلوغ هذا الطفل فإنه واجب عليه واجب يعني إذا كان يفطر حرام عليه حرام يعني حكم وحكم الإنسان الراشد يعني لا يعني أنه في فترة امتحانات يسمح له بالصوم لا 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 فترة امتحانات يعني أنه يسمح فيها يعني مش يقول له خطرة والدي في امتحان لا نقول له خذ بالأسباب كيفاش مش بش نعذبوه ما عضى الله مش نحبوه لش الخير لا نحبوه ينجح ويكون ممتازين أنه يأخر السحور مش لازم يتسحر مثلا نصف ليل ولا لحداش ولا مضي ساعة إذا كان مثلا الفجر مثلا ما ثلاثة ونص هو ما ثلاثة وارباع يكون كم الصحور يؤخر قدر المستطع ويأخذ حاجات اللي يأخذ بالأسباب ما يضرباش يمالح برشا ولا برشا حلو ولا اللي بعد ريقه شايح وتلقاه يعني عد نهار يأخذ حاجات اللي هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لح لي بشوية مر يعني يأخذ الأسباب اللي هي تقوية في النهار ذاك يعجل إفطار يعني يأخذ أسباب المادية اللي ساد الأطباء تحطوا فيها خير منحها ما شوحنا بش نحطوا فيها ثم بالعكس الصيام يخليها يقبل أكثر على الطاعة أنه نعرف شكو من الطالبة وشكو من الشباب وشكو من اللي يعد البكالوريا والله نعرف شكو أنه حتى في فترة هذه كما يشفى في شهر رمضان يتعمد أنه في الوقت هذاك يصوم يتعمد أنه يحس فيه يعني هذه القوة يقدر إلا إذا كان في حالات قصوى إذا كان شخص هذاك مع عاد الله إذا كان بش يصوم بش يؤدي هذا إلى إلى ضرر أو شي من هذا فلا ضرر ولا ضرار أما إذا كان بش يتعب شوية تش كون ما يتعبش أخي الناس شهر رمضان هو شهر فيه مشقة أما هكذا المشقة اللذيذة المحمودة المشقة الهادفة المشقة المثمرة المشقة ما وجودة يخدم الناس كل بش تكونوا عندها مشقة فنقول إن شاء الله لشبابنا بالعكس شهر رمضان إن شاء الله ورقدوا بكري مش لازم ترقدوا مخر لأنه ناخذ بالأسباب سمحني يا سهر يرقدوا مخر ومعضي يقول لك السيام تعبني مش السيام تعبني العادات أو بعض العادات السيئة متاعنا هي اللي تخلي أطفالنا أو تخلي شبابنا يلقى روحوا تعب في نهار رمضان نعود إلى التربية الإيمانية في هذا الشهر لدينا نحن الأولياء واجب تجاه أبنائنا من حيث التربية الإيمانية فكيف يمكن أن نستغل نحن فرصة شهر رمضان في ترسيخ القيم الأخلاقية وفي ترسيخ روح العبادات في أبنائنا نعم يكون هذا خاصة أستاذ حيات بروحي العطاء يعني والتصدق خاصة وهذا يكون خاصة في صدقة في أنك تعطي للناس بقدر المستطاع مثلا الإنفاق على الفقير على المحتاج وأنك الشعيرة هذه تبينها لولدك ما فيها باس أحيانا أحنا كنجوا نتصدقه ونعطيه للناس ما نقولوش لا لا الأصل في الصدقة السر لا يا سيدي إن تبدو الصدقات فين عما هي أحيانا بداء صدقة يعني خاصة لأبنائك ما كش بتطرها أنت من باب التبجح أنت بيينها بيش تعلم أولادك إذا كان ولدك ما يشوفكش تتصدق وتعطيه للفقير والمسكين ما لاش كون بش يشوف وقتاش بش يشوفك لا خليه يشوفك بنية أنك تعلمه كان سيدنا ابن عمر رضي الله عنه ما كان يعطي لولده يعطيه المال يقوله برا امشي أنت أعطيه للفقير وأعطيه أنت المسكين هكذا كان الصحابة كان يعلم أولادهم كان يعطيه الفلوس يقوله برا امشي يعطيه مثلا هذاك روح العطاء وروح المبادرة كذلك هذا مستوى مهم جدا كذلك الاجتماع خاصة لعنا فرصة مهمة جدا لأنها تكون مفقودة في سائر الأيام في سائر الشهور اللي هي الاجتماع خاصة على الطعام تقريبا في وقت واحد في وقت واحد اجتمع هذه فرصة بيش تعلم فيها تعرف هذا يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث معروف ناس كل تقريبا نسمعه نعرفه اللي هو يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك الحديث هذا عنده سبب بورود يقول ابن عباس أنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كانت يده الطيش في القصعة ولا في الصحفة يعني ما يعرف شو يحط يده ويحط منها ويجبد منها فالنبي صلى الله عليه وسلم فكل مناسبة هذه اللي صابية يعني ما زال غلام في حجره وقعد يأكل في الوقت هذاكا جاءت الموعظة جاءت الحكمة جاءت جاء هذه التربية فأحنا في الوقت هذاكا فرصة باش أن نبينوا هذه الشعيرة باش أن نتواصلوا أكثر مع أبنائنا باش أن ننكلموهم لأن الطفل يتعلم خاصة بالمشاهدة سيدة بن عباس لما حدثنا على القيام الليل وهو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم المؤمنين خالته اللي هي ميمونة رضي الله عنها فكان بيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أم المؤمنين هي خالته ميمونة فيقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش في الليل حديث طويل ملخص متاعه أنه شف النبي صلى الله عليه وسلم هو يقوم في الليل قال كان ري قد قام فتوضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضيته توضعته مثل وضوئه يعني توضى كما توضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمشاهدة ويقول شف يعني لما شف النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي يقوم في الليل فيقول قمت وجيت على شماله جيت على يساره فالنبي صلى الله عليه وسلم جبده حتى علمين يعني لهنا يشوف كيفاش الصحابي لهنا هو صغير التعلم بالمشاهدة نعم للأسف شفنا على نهاية هذا التوقيت فقد أردت أن نشير إلى مسألة تقصير الأولياء في إطار القيام بواجباتهم في التربية الصحية وهي موعيد الغداء بالنسبة إلى الأطفال أحيانا بعض الأولياء يتنسون ذلك ذكرنا بالله أستاذ بارك الله فيك نعم أختي حياتي على هذه الملاحظة كذلك خاصة ملاحظة متعربة بيت أيضا هذه تكون أحنا نقوله أن الكثير من العائلات اليوم اللي أوكلت المهمة للرياضة الأطفال في هذا الباب ولكن نقاو أنه فم تقصير في هذا الجانب مع وليداتنا خاصة في جانب الأكلة متاحهم المتوازنة أنه مثلا معاش يفكروا فيهم مش مشكلة في أنهم يكلوا البيت خلي يكلوا البيت أحنا ماذا بينا يعني هذه نعمة ربي سبحانه وتعالى وما نصرفوش ولكن أن يقصروا في هذا الجانب خاصة في الأكلة متاحهم مثلا نتعام منتصف النهار أيضا نتلهب أولادنا أكثر أيضا في مسألة هي السهريات خاصة خاصة أننا في فترة امتحانات في فترة امتحانات الأولاد يسهروا وفما أسباب تدعو إلى ذلك البرامج والمسلسلات والحاجات التي تخلي صغارنا يسهروا الكبار روك يسهر مشكلة في الصغير فصغارنا من نجرهم شو معانا للسهريات نصف الليل وماضي الساعة لا يزمهم يرقدوا بكري كذلك من الحاجات التي نوصي بهم خاصة أن أبنائنا أن نقربوا لهم أكثر في هذه الفترة فترة امتحانات من نعملهمش عليهم برشا ضغط كلمة طيبة موعدة حسنة نمثلهم السبول إن شاء الله الراحة وخاصة نركز على الألعاب الخطيرة اللي ممكن تكون خاصة في الليل رمضان باعتبار أنه نمط الحياة يتغير والنهار يولي ليل أحيانا عند الناس وليلي يولي نهار خاصة الألعاب الخطيرة اللي تكون في شهر رمضان نبعدوا عليها وننبغوها خاصة وليس حتى خطيرة خطيرة حتى على كم القمار مثلا يولي في بعض الصغار اللي يقمروا بالفلوس في نهار رمضان أيضا نبهولهم هذه المساعدة إن شاء الله يعني يكون هذا النصح والإرشاد يعني واضح وعلى كل حال سيدة الكرام إن شاء الله ربي يعيننا على أداء واجبنا تجاه أولادنا في هذا الشهر وفي غير شهر رمضان بالتربية الإيمانية وأكيد أننا سنسأل أمام الله عز وجل في إطار تربيات يعني لأبنائنا سواء كان تربية إيمانية أو غيرها وهدفنا طبعا هو سبيل النجاة لأولادنا سواء كان في الحياة الدنيا في مجال الدراسة وإلا حتى في الآخرة في إطار مرضات المولى عز وجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه يا رب يا رحمن يا ودود إليك نرفع أيدينا في هذا الشهر العظيم خاشعين لعظمتك اللهم نور قلوبنا بحبك ولين ألسنتنا بذكرك وأنر عقولنا بتلاوة ترجمة نانسي قنقر